موسيقى السلام عليكم عزائي المشاهدين اهلا بكم معنا فيها لا في دلوقتي حلقة جديدة هنتكلم عنها في برنامج العيادة طبعا ما يفوتينش ان نشكر قناة الحياة وكل العالمين في قناة الحياة من اقول الاخراج والاعداد ورئيس التحرير بكل اللي ورا الكاميرا قد ايه بنقدم معلومات مفيدة وعلمية وصادقة طبعا قبل ما نخود في موضوع الحلقة النهاردة هو موضوع شايق جدا موضوع شد ترهولات الجسم بعد فقدان الوزن بشكل كبير او سيدات بعد الولادة وازي احنا نتكلم عن الدراعات والبطن والارداف قبل كل الكلام ده طبعا قناة الحياة بتقدم لكم عيادة مجانية على الارقام اللي بتبقى هتتوضح على الشاشة اي استفسارات طبية في اي مجال طبي انا وكل الدكاترة اللي موجودين ان شاء الله من خلال بنامج العيادة اي مساعدة واي نصيحة ان شاء الله هتتلقوها وممكن تتواصلوا معانا على الارقام اي حد من اللي بيشوفونا النهاردة اي استفسار تبي خارج موضوع الحلقة طبعا في مجال التجميل انا تحت امركم للاجابة ان شاء الله عليه على الهوا النهاردة احنا نتكلم بقى موضوع كتير قوي ستات ورجالة بيسألوا عنه باستمرار ترهولات الجسم ترهولات دي فعلا ناس كتير قوي بنشوفهم وفي اعمار مختلفة قد اي بيبقى بالنسبة لهم الترهول ده عائق في حاجات كتير ودايما بقولها في برنامجنا ان قدم الموضوع تجميليا لما احنا بنصلحه بيفيد جدا في نفسية الشخص قدم الموضوع ده ممكن يبقى له لو الشخص سابه غير الاضرار التجميلية اضرار عضوية ازاي انه ممكن يبقى فيه ترهولات معلش خلينا نطلع شوية بره الحيز تضيق كده للموضوع ونتخيل مع بعض عشان الناس اللي بتشوفنا وتقول ترهولات الجسم طب ده ممكن يبقى موضوع زق اهمية احب اقول اه قوي كمان ليه ان الناس اللي بتعاني منها دلوقتي وهما اللي بتفرجوا علينا وبيسمعونا هما اللي حيبوا حاسين برضو بالكلام ده قوي لو هنتخيل مع بعض رجل او سيدة عندهم ترهول في البطن ومش عايز اقولكو وما ادراكو قد ايه ترهول ده ممكن يوصل ممكن يوصل لدرجات كبيرة غير بقى ان هما مش عارفين يلبسوا هدومهم قد ايه مش عارفين الهدوم نفسها تتزابط عليهم قد ايه الشكل جماليا صعب جدا لا اولا كتير جدا بيحصل لهم التهابات في المنطقة دي نتيجة الترهول الكبير اللي موجود تيجي التراكم طبعا افرازات والعرق وقد ايه ممكن تلاقي المنطقة دي بيحصل فيها مشاكل كتير نتيجة التراحل قد ايه ممكن سواء منطقة البطن او منطقة الارداف التراحل الكبير اللي بيبقى موجود فيها يبقى عائق بالنسبة ساعات للرجل والسيدة حتى على مستوى الزواج والعلاقة الزوجية بينهم قد ايه ممكن دي كمان تعمل لهم مشكلة قد ايه ممكن نلاقي الدراعات نفسها لما تبقى فيها تراحل كبير ازاي انه ممكن تلاقي سيدة او رجل بيلبس هدومه مشكلة الدراعات ونتيجة التراحل الكبير ده بتخلي مقاس الهدوم كله مختلف نتيجة الجلد الكتير اللي موجود في الدراعات اللي انا بتكلم فيه ده موضوع يا جماعة مهم جدا لابت تتابعونا النهاردة عشان ان شاء الله حقولكو على حلول كتير بس قبل ما نتكلم برضو معنا مونة تليفون السلام عليكم السلام عليكم السلام الحمد لله يا فاند اه بقل حديثك انا كانت عندي اسرار حب شباب بقالها افتر من 25 سنة مهم وعملت جلسات وابقالي كذا فترة بتعالج والديرما رولر مهم اه وبرضو الاسرار موجودة وبعدين قال لي لقد انت لازم تستمري هل الكلام ده فعلا مظبوط لو استمرت كذا جلسة طبعا وش بيتحرقوا وبقعد فتر وش محروف مونة مونة قبل كل حاجة وليلي سنة كم سنة يا مونة انا 49 49 اه انت بقالك بتقولي خمشار سنة بتقولي قد ايه بتعالجي بقالي عشرين سنة اه بتعالجي فيه طول الفترة دي اه لا انا بقيت العشر سنين الاخارة بعالج فيهم اه واستخدمتي بقى زي انا قلت وانا لسه هوضح لسادة المشاهدين موضوع والكلام ده كله بس انت استخدمتي قد ايه قد ايه تقريبا يوم كم جلسة جلسة جلستين اه وجلسة تقشير جلسة واحدة ايوة وجلسة درما لورال اه وكل ده هو خصف بنسبة بسيطة بس كم تقريبا تقدريت قولي نسبة كم في المية بنسبة عشرين في المية يعني لانا فهم دلوقتي من كلامك ان انتي اه عملت تقريبا اربع خمس جلسات بس يا مونة الكلام ده انت بتقولي على مدار عشر سنين كمان اه يعني ايه كل سنة مسلا اعمل جلسة اه طيب مونة تبعيني بقى هقولك على كلام مهم جدا السيدة مونة طبعا هو خارج موضوع حلب بس زي ما انا قلتلكو اي حد عنده استفسار يتواصل معنا على التليفونات حتى لو خارج موضوع حلقتنا دلوقتي مونة بتتكلم ان عندها اثار حب شباب سنها تسعة واربعين سنة استخدمت جلسات حاجات متعرف عليها ومشهورة ومحترمة وهي الليزر الفراكشنل اللي بيعمل شوية تأشير بدرجة معينة واستخدمت نوع تاني كمان للتأشير مع استخدام حاجة اسمها درما بن ودي حاجة بتبقى عاملة زي السنون الصغيرة كيبة بتمشي على البشرة مع استخدام بعض المواد عشان تحسن نتيجة كل دي علاجات محترمة ومتعرف عليها دوليا مش حاجة غريبة لكن الفكرة يا مونة انت بتقولي عشر سنين وخمس جلسات وبين كل جلسة والتانية سنة انت مش قادرة تدي فرصة حتى للعلاجات دي تدي نتيجة الجلسات ما بتبقاش كل سنة يعني عشان نمشي على بروتوكول معين وتتحسني لازم الجلسات دي طبعا بقى على الكشف الطبي وتخضاع المعايير الطبية صح لازم نتكلم ان دي ممكن تبقى ساعات بتبقى حاجات كل شهر ساعات كل تلات أسابيع كل شهر ونص لكن كل سنة انت كمش تلحقي تحسي بالنتيجة وفوق كل الكلام ده وان شاء الله حن طبعا اصار حب الشباب دي من المواضيع المهمة قوي 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 وحنخصص لها طبعا انكيد حلقة ان شاء الله في البرنامج لكن دي كلها درجات من العلاج سواء انت زي ما انت قلتي وتفضلتي موضوع الدرما بين التأشير الليزر فيه كمان بنوصل لدرجة حاجة اسمها الصنفرة الجراحية والصنفرة الجراحية دي كمان حاجة زي ما قولوك بجيب بالآخر بس لازم كل حاجة لها معايير معينة عندنا كمان تليفون استاذة رجاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا دكتور يا اهلا وسعلا يا فاندم ممكن ادخل معا حضرتك بس في استفسار صغير اتفضل يا فاندم انت على الهوى لو سمحت انا عندي تلاتة واردين سنة تمام ووزني مية وخمستاشر كيلو تمام عندي ترهو الكبير اوي في منطقة البطن والارداس تمام فهل ده يمشي بالرجيم ويتعدل ولا عايز تولي كم سنت يا فاندم تولي حوالي مية وستين سنت مية وستين سنت حضرتك تشتكي من اي حاجة لقدر الله عضوية بتاخد يعني لأي حاجة يعني ضغط ضغط طيب ده عند كل المصريين دلوقتي مش مشكلة الف سلام عليك طبعا طب تبعينا حضرتك تبتكلمي في صلب موضوع الحلاء الكلام بقى كده معيش تدينا وقت 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 ناردا واسمعينا كويس عشان فيه كلام كتير اوي حنتكلم عليه خاص بتراحول البطن والارداف نرجع لموضوعنا بقى وهو التراحول حنبتدي كده ايه حبة حبة كده مع بعض وعلشان انتو ما اتخوش من المواضيع حناخدها جزء جزء لما حنيجي نتكلم اول حاجة ومنطقة الناس جدا بتهتم بيها هي منطقة البطن هل البطن لما بتوصل لدرجة تراحول معينة او اي درجة تراحول بنعمل على اساسها عمليات الشد ولا هي درجات معينة بس بنقدر نديم عليها اول حاجة لازم نبقى فاهمين يا جماعة العلم الحمد لله بقى فيه وسائل كتير اوي بتساعد على شد الجلد بس عشان ما نهونش دايما اقولها ولا نهون الاجهزة اللي بتستخدم لشد تراحولات الجسم خارجيا ولازم تبقى طبعا اجهزة محترمة وحفصة الله ان شاء الله حلقة مخصوص عشان الناس تبقى فاهمة ايه اللي بيجيب نتيجة وايه اللي ما بيجيبش نتيجة وايه اللي بداع وقت بس وفلوس للأسف شديد لكن درجة تراحول معينة مش كبيرة هي اللي بتخلينا نقدر نخضع للاجهزة لكن في دراحولات بتبقى اكبر الجلد فيها بيكون فقط مرنته تماما ويكون تراحها لدرجة كبيرة بتخليه ما يقدرش انه هو يحصل له الانكماش اللي يحصل لوحده وانه هو يشد لوحده او حتى بتحفيز عن طريق الاجهزة قبل ما نتكلم والفرق ما بين العمليات في الشد والاجهزة معنا تلي فيهم برضو نورا نورا هلو يا اهلا وسهلا نورا زي حباك يا دكتور الحمد لله اه لو سمحت انا عندي يعني شوية اسألك هده ممكن اتفضلي انا مس حاول اتقل على حضرتك يعني لا لا خالص انا هنا عشانكم ربنا يخليك اتفضلي انا عندي 22 سنة وانا عندي تجوف جانج جدا تحت عيني واسمراج وعملت فيلر تمام الفيلر دوات فيه فيه حبة يعني مكالكع شوية كده تمام بتش عارفة هو كده ولا تعمل مش مضبوت انت عملتيه امتى يا نورا الكلام ده انا عملها من سنة من سنة طيب ده اول استفسار ايه تاني اه انا بس عايز اكمل استفسار هو انا ينفع لو انا ما عملتش تاني هيحصل ضرر ولا هيحصل ولا هيزيد اكتر ولا لازم اعمل ولا ايه حاضر هجاوب على الموضوع ده كله ليكي ايه تاني انا عايزة نوع كريم او مرهم اي حاجة سنة عندي ما عنديش توحب في البصرة عندي عماكن متفتحة عماكن غام او نمش عايز حاجة يعني تفتح البصرة وكلها لون واحد واخلي من اي حاجة يعني طيب تابعيني وانا هرد على كل استفساراتك دي يا نورا بص يا نورا انت طبعا عندك حاجة مشهورة جدا وناس كتير قوي من اللي بتشوفنا لما اوصفها حتى تتخيل وتفهم حتى اللي مش شواخب باله هيفهم انا قصدي ايه تحت العين في بعض الناس بيبقى عندهم تجويف داخل لجوة كده المنطقة اللي جوة تحس ان الحتة لتحت عين دي داخل لجوة في ناس يتخيلوها طول عمرهم ويعيشوا طول عمرهم متخيلين ان ده سمار في ناس بيكون فعليا عندهم سمار وفي ناس نتيجة ان المنطقة دي داخل لجوة عاملة انعكاس ضل ما بينا دايما طول الوقت ان هي عندها اسمرار حوالين العين ودي حتى بتسمى سعد باندا ايز كده يعني ده تعبير علمي يعني لكن الفكرة في ايه هي عملت حاجة كويسة وهي انها حقنة مادة مالئة لملء التجويف اللي موجود تحت العين ده فطبعا لما الجلد يبتدي يطلع لبرا المكانه الطبيعي ويشد اللون والسمر والضل ده يبتدي يبقى شكله احسن لكن الفكرة بالنسبة لنورة حاجة طبعا احمد الوقت بنكشف نظريا عليها بس هتبقى حاجة من اللي انا بقول عليها ده يا اما انت يا نورة حقنا مادة شوية تقيلة على المنطقة دي عشان دايما احنا لما بنيجي نتعامل مع منطقة تحت العين احنا عارفين ان المنطقة دي حساسة جلد الجفن السوفلي مختلف جدا عن الجلد بتاع مثلا الخد لو مسكنا بادينا كده هنلاقي فيه تخن موجود في الخد كده شوية بالنسبة للجلد نفسه ولو مسكنا الجلد تحت الجفن هنلاقيه رفيع فبالتالي ده جلد حساس قوي لو هحقنه باي مادة مالئة لازم المادة المالئة دي ليها صفات وكريتيريا معينة علشان ما يحصلش ان انت بتقولي عليه ده وتحس بكالكعة في المنطقة دي وتحس ان المنطقة دي ممتلئة بشكل زيادة ويبقى علجنا لمشكلة ومشكلة اكبر ما هي كانت تجويف ودلوقتي بقى عندك بافنس كده او عندك جيوب تحت العين طبعا لو ان شاء الله انت حقنه مادة تركبها نوع مثلا اسمه الهيرونيك أسد وده الشائع المفروض ان يكون ده اللي تم ممكن تتحقن حاجة تدوبها خالص لكن الفكرة بالنسبة لي لو هي مادة مش هيرونيك أسد هنا بقى محتاج تقييم طبي وساعات بيتعملها عملية لازالة لكن ان شاء الله تبقى هيرونيك أسد ده بمجرد حونة بسيطة قوي بتتحقن بتدوب الفيلر الموجود ده ونعيد تاني الحقن بس بفيلر خفيف ميعملش انعكاس للشكل بتاعه تحت الجلد بالنسبة لتفتيح لون البشرة بشكل عام وده سؤال كتير قوي من ستاته وكتير قوي عارفين اللي بيكونوا مقبليين على سنة الزواج بيكون الموضوع ده حاجس عندهم بصوا في بعض الطرق اللي بتكون عبارة عن ساستامك يعني على مستوى الجسم وكلها بتاخد حقا معينة بتعمل على تفتيح البشرة بشكل عام وده حلوة جدا ومنها حاجة اسمها الفيتامين سي والجلوتا ثايون وده اسم العلمي مش اسم تجاري فبالتالي دي بيبقى كورس معين بيساعد على تفتيح لون البشرة بشكل عام وتوحيد اللون لكن في بعض الاماكن اللي في الجسم ومنلاقيها في اماكن التانيات والاماكن اللي بيبقى فيها عرق زيادة او بعض الاماكن اللي بتبقى بتتعرض للشمس او بعض الحاجات اللي بيكون لها اسباب تانية جينية ورصية وحاجات كده دي بتحتاج بجانب اللي انا بقول عليه ده لبعض التدخلات الزيادة على مستوى المنطقة نفسها بقى ممكن تتحقن بعض المواد اللي بتساعد على تفتحها ممكن يتعاملها تأشير ممكن يتعامل لها ليزر ممكن يتعاملها حاجات كتير اوية نورة طبعا عشان نبقى حاسمين في الكلام ده احنا محتاجين نشوف الحالة عشان ندر نقول بس كله هيدور في الفلك اللي انا بقول عليه ده مش خارج عنه ان شاء الله نرجع تاني بقى لموضوعنا ونقول على موضوع زي ما كنا بنقول البطن يا جماعة البطن لما بتترحل فيه نسبة بسيطة قلنا دي ممكن تتحسن بالاجهزة وتبقى شكلها كويس لكن اول ما يكون عندنا ترحل البطن ده كبير لدرجة ممكن تلاقي بعض السيدات زي ما قولنا بعد الولادة او رجال او سيدات بعد نزول الوزن الجامد نلاقي الترحل بقدروا يمسكوا البطن بأيديهم كده وهي مترحلة ويا جماعة محدش يستغرب وانا بقول فيه ناس انا بشوف بطنهم وهي مترحلة بتوصل لركبهم متخيلين متخيلين قدين ده ممكن يبقى ازمة بالنسبة للشخص او السيدة حتى طبعا اول ما نوصل لدرجة زي دي احنا على طول عشان ما تسمعوش عن كلام معين مزيف مش حقيقي مش طبي يقول لكم ان انتو ممكن تدهنوا ومش عارف الديهان الايه طب ممكن تلبسوا الحزام اللي مش عارف ايه تعملوا جهاز ايه لا يا جماعة ما تضيعوش وقتكو ما تضيعوش مجهودكو ما تضيعوش فلوسكو في حاجة ملهاش ايه لازمة لو الكلام ده طبيا بيتعالج بالحاجات اللي حبيقول عليها دي كلها تبقى عمليات الشد دي كلها ليه خطورها في الطب هي ليها اندكيشن لكن مش اي حد عنده ترحل كده بسيط على طول يجري على عملية فبالتالي احنا معنا صور دلوقتي للبطن اللي انا بتكلم عليها عشان تتخيلوا معايا ايه درجة ترحل معينة موجودة بينفع لها حاجة زي دي شايفين البطن عندنا على الشمال عاملة ازاي ده ترحل ما فيش جهاز في الدنيا يوصلوا ولا حزام ولا كريم ولا حاجة يوصلوا للشكل اللي احنا شايفينه على مين ده ده جلد كيميته زيادة جدا ازاي ان احنا احنا على فكرة كان في مرة من خلقها تلحية برضو وعملنا عملية كان على الهواء بان او اللي انا بقول عليه ده ازاي ان احنا شدينا الجلد ده ازاي ان احنا بعد ما شدينا الجلد ده شوفنا الجلد قديه كان زيادة معانا برا وإذا نوصل للشكل اللي موجود للصورة العليمين إزاي البطن انسيابية إزاي إن إحنا لو في حتى شوية دهون زيادة عملنا لها تفتيت إزاي لو في عضلات ضعيفة عملنا لها تقوية طب الجرح فين الجرح فين عشان هنا ممكن يقولك طب هي جراحة مساء مش شايف جرح الجرح هنا بيكون في منطقة بيسموها وده كلام علمي برضو بيسموها البكيني لاين يعني إيه إحنا دلوقتي أي حد بيقى لابس لبس معين الداخلي بيكون مداري تحتي منطقة الجرح موجود على منطقة الداية هي مدارية طبعا تحت منطقة الداية اللي من تحت دي وفي نفس الوقت بيسميها منطقة الضل فما تبقاش باينة معانا صورة تانية كمان لرجل إزاي برضو ده مش للسيدات فقط بيبقى للرجالة شايفين؟ شايفين وضع البطن يا جماعة عامل إزاي؟ عايز أقولكو إن الناس اللي بيكونوا في الصور دول يا جماعة ما بيقدروش إن هما يقلعوا هدومهم حتى قدام أقرب الناس ليهم ما بينسوا حاجة أسماء بحر وحمام سباحة وكل الحاجات دي هما بينسوها الموضوع مش سهل الموضوع فعلا أحي الواحد بيصعب عليه وهو كدكتور وبيشوف المرضى إزاي إن في ناس كتير عاشت حياتها وبتشوف الكلام ده عندهم ومش متخيلين إن ليه علاك بس يا جماعة نعيدها ونزدها مئة مرة لغاية ما إن شاء الله كل اللي بيشوفونا يقدرو يفهموا النقطة دي كويس ودماغهم تبقى دايما مركزة ما نسمحش لأي حاجة غلط مش طبية تلعب بدماغنا وتزايف لنا الحقيقة إن في ناس أول ما بيشوفو طرحه الكبير في ناس بيكون عندهم وده حاجة مشروعة جدا في البني آدم يعني يسمع مثلا عن عملية هيعملها لا أنا خايف من العملية أنا مش هامل عملية فيخلي نفسه إيه بيبقى زي بقوله فريسة للحاجات الغلط يتقلوا العلاج ده خده إدهن ده حط ده مش عارف أعمل إيه الكلام ده يقولك أوكي أنا مش خسران حاجة أنا حجرب وللأسف إنه هو بيجرب بداع وقت ومجهود ومادي كمان وكل الكلام ده في الآخر بيبقى بفشل عشان كده قولنا إيه أنا إن شاء الله هنعمل لها حلقة منفصلة إيه الترحولة درجتها وإيه الحاجات اللي تحسنها مش أكتر منها فبالتالي معنا أستاذة نورة تاني عودة الاتصال معنا يا نورة السلام عليكم عليكم السلام معلش دكتور أما سأقال على حضرتك لا لا يفاني في سؤال أنا أنا مناخير كبيرة شوية ما أسمع إن في مرهم أو كريم بتحط على المناخير بيصغرها دة صلاحي إيه يعني؟ هو طبعا دة خمة الدجل وأنا لسة حارض بقى في الحتة دي عشان أبسمع ما هو أكتر من كده يا نور فخليكي معنا مفيش كده للأسف ممكن يبقى قبر بالنسبة لك مش سعيد أوي إنه ما فيش كريم اللي كده بس ما هو ده اللي لسه أنا بقوله يا جماعة حالا بس في مجال تاني أنا عادي بنتكلم عن شد البطن والكريمات ومتاع اللي عادي أقولها من بدري هو تفرجوا الأنف كمان ممكن يدهن عليه كريم أو مرم يخليه يتحول ويبقى شكل تاني متخلين الموضوع بيتلعب بقوله لدرجة إيه إزاي أنه ممكن كريم يخليه ويعيني الناس معذورة إنها تسمع عن كلام زي ده والأسف ممكن ساعات يتقال في بعض القنوات ساعات وحاجات كده طب الناس هتعمل إيه هتستقل معلومة العلمية عشان كان واحد فعلا بيشكل قاتل الحقيقة إن فيه فرصة للدكاترة كلنا تطلع وتتكلم في معلومة طبية تفيد الناس وتكون حقيقية لما بنيجي نقول طبعا أنف لا طبعا ما فيش حاجة في العالم تغير الأنف بشكل تجميلي على مستوى كبير إلا العمليات الجراحية ده عشان نبقى واضحين طبعا العمليات الجراحية بقت بطرق أسهل وأبسط وداخلية في بعض الحاجات اللي استحدثت اللي هي حلوة يعني مثلا الفيلر والبوتوكس والخيوط دي بتصلح بعض العيوب الصغيرة اللي في الأنف لكن أول ما يبقى وده إن شاء الله نتكلم بيها برضو في الحلقة بعد كده الأنف ونفرد لها حلقة كبيرة وإيه هي العيوب الجراحية والمن غير جراحية دي برضو هنتكلم عليها بس الأنف ده عضم وغضريف كمية كبيرة موجودة جوه وحجم كبير هيروح فين لازم يتعمل له عملية ويتشال الحاجات الزيادة ويتعمل لها نحت أو استخدام بعض الحاجات دي ما عرفش إحنا المفروض نطريبا نطلع فاصل استنونا بعض الفاصل هنتكلم على شد الدراعين شد الأرداف موضوع مهمة جداً ما ترحوش في أي حد رجعنا لكم تاني وموضوع شدة رحولات الجسم برضو تاني أي استفسارات إن شاء الله موجودة لأي حد فيكم في أرقام موضحة على الشاشة سواء في مجال شدة رحولات الجسم أو أي حاجة تانية خاصة بموضوع التجميل أنا معاكم للردود عليها إن شاء الله على الحوى على طول برضو تاني فيه عيادة مجانية بتقدمها قناة الحياة وبرنامج العيادة لأي استفسارات طبية أو أي حد أعاوز مساعدة في المجال الطبي أنا وكل إن شاء الله الدكات القائمين على البرنامج بنوفرها إن شاء الله في أي وقت ممكن تتواصله عن طريق الأرقام اللي ستبقى موضحة على الشاشة كنا نتكلم في النص اللي فات في الحلقة عن موضوع شدة ترحولات وبالذات منطقة البطن هنتكلم دلوقتي على موضوع ترحولات الدراعين إزاي إن ممكن الدراعين دول ممكن يبقى فيهم سمنة موضوعية وفي نفس الوقت ممكن يبقى عندهم ترحول الترحول ده كمان ممكن يبقى له درجات اللي أنا عايزة أقوله إيه في سيدات بيجوا بيكون عندهم المنطقة دي ممتلئة كده شوية لكن الجلد نفسه مرن لسه ما فقدش المرونة بتاعته لكن هو شايدت بشكل كويس لكن هو منتفخ شوية زيادة فبالتالي حاجة زي دي بيبقى علاجها عن طريق تفتيته شفت الدهون فقط وتحفيز الجلد عن طريق مثلا حاجات زي الفيزر مثلا ودي فيزر ده من الطرق المستحدثة قوي لتفتيت الدهون والمحافظة على الجلد وتشجيعه إن هو كمان يقدر يشد بشكل كويس بعد تفتيته الدهون وحيبقى معنا بردو كمان صور للكلام ده بس قبل من نشوف كمان بردو الصور معنا مونة ألو السلام عليكم يا دكتور يا إحنا وسهل عليكم السلام ورح أطلعها بركاتها أهلا بحضرتك من فضل حضرتك كنت عايزة أسأل بالنسبة لخطوط الجبهة لو اتعمل لها بوتوكس وفيلر هل ممكن الواحد لو ما حبش يعملها تاني ما يعملهاش يعني في معاد تاني ولا عشان أنا بسمع أنها يعني بتتعمل في معايد طالبها عملتها تفضلي تعمليها على طول أنت خايفة منك آآ أيوة بالضبط يعني هل الشكل بيبقى باين مختلف ولا إي حاضر مونة انت عمرك كم سنة يا مونة إيه 52 حاضر عينية تابعيني حارود عليك حاجة أنا ما عملتش أي حاجة قبل كده يعني لا ما تخبيش حارود عليك حاجة لان دلوقتي شكرا بص يا أستاذ مونة عشان ناس برضو المشاهدين يبقوا فاهمين قصدك إيه الخطوط العرضية اللي بتبقى موجودة في منطقة الجبهة دي خطوط بنقول عليها خطوط تعبيرية دي بتظهر كتير قوي نتيجة أن الشخص نفسه بيبدي علامات الاندهاش كل شوية بيرفع حواجبه الفوق وينزلها كتير فمع الوقت الجلد في منطقة الجبهة بيكرمش شوية فيبتدي يظهر خطوط عرضية طبعا علاجها على مستوى العالم كله نتيجة أن العضل نفسها شغالة زيادة بتاعت الجبهة هو البوتوكس علشان يقلل من نشاط العضلة شوية بعضهم بعد كمان من ناحية البوتوكس يحتاج شوية لمادة زي الفيلر اللي هي المادة المالئة الخفيفة إنها تتحقن تحت الجلد عشان تضيع الكسرة اللي بقت موجودة في الجلد فدي حاجة طبعا بتاخدها على معايير طبية لكن عشان أطمنك يا أونة في العلم عموما أي حاجة دايما نقولها اللي بيزيد عن الحد بيتقلب للضد سواء بقى عن طريق حاجات حقنة زي ما احنا بنتكلم عليها سواء أي حاجة وأي تدخل من أي نوع لازم يبقى محسوب صح لكن اللي حب برضو أشجعك ليه وتبقى أنت عارفه وده كلام علمي ومعروف جدا إن بعكس أنت لما بتحقني بوتوكس طبعا بيتحقن صح وفيلر بيتحقن صح أنت بتساعد إنك تقريبا تعالج الجلد كمان ليه؟ أولا أنت كده ساعدتي العضلة نفسها لتجي تحقن البوتوكس إنها تريح من نشاط الزائد اللي هو مش كل شوية أنت مكرمشها المنطقة دي فبالتالي يعني ريحتي شوية الجلد بقى من كل شوية تين ويتفرد تين ويتفرد فأنت كده بتحفظ عليه لفترات أطول بشكل صحي حتى الفيلر لو احتاجنا له في منطقة زي دي فهو من أشهر المواد اللي بتتحقن فيلر في المنطقة دي بيبقى اسمه هيلرونيك أسود ده اسم علمي وده مادة طبيعية بتخشف تكوين أنسجتنا لو تحقنت تحت الجلد بتدي امتلاق بشكل طبيعي وبتعمل حاجة مهمة جدا بتعمل ترطيب للجلد ترطيب الجلد حاجة مهمة قوي عموما لكل الستات ورجالة كمان بمعنى إيه؟ الجلد ده حاجة حية تخيل كده لو إحنا الجلد ده ناشف ما فيهوش مية ولا الجلد ده فيه مية أنه يستحمل أكتر أنه لين أكتر أنه ما يشققش بسرعة أنه ما يكسرش بسهولة يحصله ويبقى فيه كسرة يبقى طبعا الجلد اللي فيه ترطيب أو فيه مية فكده أنت بتساعد أنه يبقى لين فبالتالي بكل حاجة اللي أنت قلت ده كله بالعكس حكويسة جدا ما تخافيش أن أنت حتى لو أنت بطلت تحقيني أنت مش هيحصل لك حاجة أنت هترجعي زي ما كنتي أو يمكن أحسن سنة لكن أسوأ لا طبعا بالنسبة لنا دلوقتي لما بيجي نتكلم ونرجع لموضوعنا على الدراعين فالدراعين موضوع لما احنا بنقول حتة سمنة موضوعية موجودة وكمية الدهون قلنا خلاص تفتيت الدهون وتشجيع الجلد أنه هو يشد عن طريق مثلا تقنية زي الفيزر لكن لما نقول أن الجلدة فقد مرنته تماما واحدة كانت تخينة قوي وخست أو راجل يبقى عندنا بقى فيه جلد فاضي هنا بقى بينقسم الموضوع إزاي نشوف جلد درج تقدمنا التراحول عشان نقدر نقول عملية الشد هتبقى بأنهي درجة معنا صور هتوضح حاجة زي دي ونشوف درجات التراحول في الدراعين ممكن تبقى قد إيه الدرجات الصورة اللي هتوضح معنا حاجة زي دي بتبين يعني معنا صورة على الشمال فيه درجة التراحول معينة بتخلينا نقول أن الجرح بيكون موجود في منطقة القبط أو الباط يعني المنطقة دي منطقة هيدن زون وده اللي حتة اللي أنا عايز أقول عليها منطقة مدرية مش بينة بتبقى أصلا في بعض الناس بيكون فيها شوية غمقان سنة كمان عند بعض الناس ودي برضو ليها حل لكن اللي أنا عايز أقوله إيه درجة التراحول معينة مش كبيرة موجودة في الدراع في أوله من ناحية الكتف كده بندر نحط الجرح يبقى موجود في منطقة القبط طب التراحول ده زاد وبقى موجود على مستوى الدراع كله بالطول هنا الجرح ممكن يمتد زي ما احنا شايفين في الصور العالمين ان احنا نلاقي الجرح ماشي هنا للأسف الشديد ده من الكلام اللي لازم يبقى واضح لكم ان الجرح لما يبقى طولي شوية في الدراع هنا جرح ممكن يبقى ظاهر شوية طبعا احنا بنحاول بكل الطرق تجميلية ان زي ان الجرح ده يبقى موجود على حاجة اسمها الإكويتوريوم يعني موجود إيه اللي بيبص من قدام مش شايفه واللي بيبص من وراء للدراع مش شايفه بيبقى موجود لو الشخص رفع دراعه كله لفوق وبنحاول بكل الطرق ان برضو الخياضة تبقى تجميلية وبردو هنا ما يفوتنيش ان انا اوضح لكم رسالة مهمة قوي يا جماعة في موضوع الجروح دي الجروح عموما في الجسم انا ما بحبش ابدا ان المريض يتخيل ان احنا بنعمل عملية ومجرد التقام الجرح ياخذ بعده وخلاص انتهت علاقته بالدكتور يا جماعة الكلام دي ده كلام سقفته طبية ضعيفة جدا ومش صح احنا دلوقتي عندنا جرح التقام بقى اسمه ندبة او اثار الجرح اثار الجرح ده ليه علاج كتير قوي يا جماعة ازاي ان انت ممكن تبتدي تستخدم له علاجات كريمات ازاي انه ممكن يتحط له حاجة اسمها ساليكون شيتس ازاي انه هو ممكن يتحقن بعض المواد ازاي انه ممكن يتعمله ليزر تأشير حاجة كتير جدا الاهتمام بأثار الجروح فعلا نسبة كبيرة جدا من نجاح العملية ازاي ان الجروح يبقى شكلها اكي انها مش باينة دي نقطة مهمة جدا عشان المتابعة مع الجرح ما بتنتهيش يا جماعة بمجرد انتهاء العملية وجرح التقم يبقى الموضوع كده خلاص تمامو احنا كده الحمد لله الحمد لله وكل حاجة لكن تبعي بقى صح عشان توصلي الاعلى نتيجة فبالتالي من هنا عشان كده بقول بالذات جرح شد ادراعات الطولي مهم جدا المتابعة مع الجرح علشان يقدر يوصل بالجرح ده في المتابعة الاحسن شكل ان شاء الله مرضي اما اللي بيكون في القبط دي جزئية بتكون ضعيفة جدا وميش مشكلة فيها وبيكون بالذرية الصورة اللي معانا دي صورة مهمة قوي يا جماعة دي درجة من الناس عشان الناس ما تخافش دي درجة اللي انا كنت بقول عليها من شوية الجلد اللي حالته كويسة لكن التراحل مش كبير لكن فيه امتلاء عن طريق دهون سمنة موضوعية لكن الجلد حالته كويسة قوي الحالة دي ما تعملهاش عملية شد الحالة دي الحالة دي كانت كويسة ومحتاجتش لأي حاجة من اجراء جراحي ده مجرد تفتيت دهون وفيزر لتفتيت الدهون الصورة اللي معانا دي بقى هي الدرجة اللي انا كنت باتكلم عليها في تراحل الجلد تراحل الجلد هنا وصل لدرجة كبيرة الدهون مش كبيرة خالص في الموضوع المشكلة كلها عبارة عن جلد متراعل هنا عملنا لها عملية شد دراعين قادرين نشوف ازاي الفرق ما بين قبل وبعد صورة العشمال قبل صورة العليمين بعد الجرح حتى طب ازاي انتم مش قادرين تشوفوه عشان زاي ما قتلكم من شوية الجرح بيتعمل بطريقة بحيث اللي بيبص للدرع من قدام او من ورا مقدرش يشوف الجرح ده قوي لكن لو رفع الدرع قوي الفوق وبصع الدرع من تحت ممكن يشوف الجرح ده وعشان كده كنت بقول ان احنا بالذات في العمليات دي بنهتم قوي بالجروح بتاعتها وبمتابعة المريض مع الدكتور عشان نوصل بشكل الجرح لاعلى درجة ممكنة وان يبقى شكله مقبول جدا ويبقى غير ملاحظ يا جماعة مهم قوي الكامل اللي بقول عليه ده علشان درجة تراحه اللي انتو شفتوها مفيش حاجة تحلها في الطب غير العملية بتاعت الشد معانا تليفون استاذ عزة ايوة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ازاك يا دكتور يا اهلا وسهلا زك يا استاذة تبضلي الله يخليك من فضلك انا عملت عملية تديس معده اهم وطبع انا كنت 117 بقيت الوقتي 70 ففي تراهولات في البطن من تحت تمام فمش عارفة استاذ عزة تريد ستفك حالتلفزيون صح اه طيب لسه ايلك كم ده بس عشان خطرك عيده تيني تابعيني وانا هقولك بالزبط كده ايه اللي بيتم للعملية دي استاذ عزة احنا هي كان وزنها 117 نزلت 70 زي ما انا قلت ان بداية الحلقة بالزبط هو ده السيناريو اللي دايما بنسمعه عشان الناس تصدق كنا نحن تقول قوي تجارب عملية طول الوقت بنشوفها ازاي الناس وزن كبير ينزلوا بشكل كبير تلاقي فيه تراهولات في البطن تراهولات البطن يا استاذ عزة بالوزن اللي حضرك قلت عليه وتفضلتي والنزول الجامد اللي انت نزلتيه وحقيقي انت تدرت تنزلي الوزن ده ما شاء الله عليك لكن في نفس الوقت البطن المترهلة اللي حتبقى نتيجة النزول الجامد ده حلها الوحيد هو التامي تاك او شد تراهولات البطن او شد البطن زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة كلها هي عملية مش كبيرة بتبقى على مستوى طبقات الجلد بعضهم بيحتاجوا تقوية للعضلات بيقدر نوصل لشكل عظيم جدا ان شاء الله ممكن يبقى زي زمان ويمكن ساعات احسن لو حد كان اصلا عنده نسبة تراهول كمان من البداية لا احنا بنشد الشد اللي بيكون نهائي ان شاء الله نرجع بقى الايه الكامل اللي احنا كنا بنقوله والصور اللي كانت معنا كاب بتوضح قوي الكامل اللي احنا بنقوله ان يا جماعة في الاخر تراهولات معينة وصلت لدرجة معينة في الدراع مفيش حاجة تحلها غير عمليات الشد ما تتعبوش نفسكو في حاجات كتير ممكن الكلام اللي بقوله ده ساعات يبقى صادم بس هو ده الحقيقة ومش معنا كده ان حاجة تخوف برضه ما هو انتو الخوف ساعات اللي بيكون عند بعض الناس من عمليات هو اللي بيخليهم في الاخر ما يعملوش الصح ما العمليات دي لما بتتعمل عند ناس مختصين الموضوع بيبقى كويس جدا ونتيج بتبقى ما شاء الله كبيرة ومرضية جدا لكن في الاخر لازم موضوع يخضع لمعايير طبية لما يبقى عندنا ترحولات بسيطة بنقول ان ليها طرق تانية غير جراحي هنطلع فاصل وتابعونا بعد الفاصل فيه موضوع مهم جدا هنكمله في نهاية حلقتنا وهو ترحولات الارداف ما ترحوش في اي حد رجعنا لكو تاني ومش هيفوتني ان انتو اي استفسرات عاوزين تتواصلوا بيها على الهوى هيبقى فيه ارقام موضحة على الشاشة اي حاجة بخصوص موضوع حلقتنا وهو كان شد ترحولات الجسم بشكل عام لكن في اي حاجة في مجال التجميل احنا معاكم كنا بنتكلم في يعني الفترات اللي فاتت دلوقتي في خلال الحلقة كنا بنتكلم على شد ترحولات البطن واتكلمنا ازاي انها ممكن تتم عن طريق التاميتاك وشد البطن وازاي انه ممكن يبقى فيه ترحولات في الدرعين وازاي انه احنا ممكن نستخدم بعض تفتيت الدهون اللي بيحافظ على الجلد في درجات ترحول اللي بتبقى قليلة عند الناس زي مثلا الفيزر وبيحسن ايه طبيعة الجلد ساعتها وبيشد الجلد لكن فيه ترحولات بدرجة كبيرة بتحتاج لها عمليات شدة في الدرعين وقولنا اماكن الجروح ازاي بيكون مكانها سواء في القبط او بالطول وازاي ان الكلام ده ممكن يتم متابعاته وعلاجه عشان نوصل لاعلى درجات ممكنة ومرضية لكن بقيت الحلقة بقى دلوقتي وفي اخر قسم معنا النهاردة في الحلقة عاوزين نتكلم على ترحولات الارداف ترحولات الارداف دي بتبقى درجات فيه ناس بيبقى عندهم ترحولات الارداف بالذات الجزء الداخلي من الارداف وقدي دول بيبقى عندهم يعني مشاكل في الاحتكاك في المنطقة دي بيبقى عندهم الالتصاق اللي بنسمع عنه وازاي ان الكلام ده ممكن يعمل التهابات متكررة في المنطقة دي وبيعمل كمان بالمناسبة صمار اوي زيادة في المنطقة دي وبنشوفه عند الستات كتير ازاي ان احنا ممكن نتخلص من الترحولات دي لما يبقى درجتها كبيرة وحدة كانت عندها سمنة كبيرة وخصت اوي ازاي ممكن نتخلص بالارداف حيبقى معنا صور تخلص التراهلات اللي موجودة في الأرداف على حسب درجة التراهل درجة التراهل نفسها بيبقى ليها شكل ممكن نتعامل بيها عن طريق عملية بيكون والصور هتوضح لنا إن شاء الله الكلام ده إزاي إن احنا يبقى ممكن فيه جرح موجود في منطقة التانية أعلى الأرداف من جوة وإزاي إن ممكن يبقى الجرح ده يتول شوية ويظهر يبقى موجود في الأرداف من الداخل الكلام ده كله حيتوضح في الصورة جاية بعد كده بس معنا الأول تليفون أستاذ أحمد ألو أي دكتور يعني وسهلا يعني وسهلا دكتور أنا كان وزني 140 كيلو تمام ودلوقتي بقيت 95 ده لوحبك كده اللي عملت حاجة ده كنت ماشي معه دكتور ودايت برافو كويس إرادة أحييك عليها تمام بس بعد كده حصل طبعا عندي تراهلات جملة في الجسم صحيح فين بالزبط أكتر حتة بالضايقك آآ ما طبعا البطن والجناب البطن والجناب تمام متعورك كم سنة؟ أنا 25 سنة 25 سنة طيب حاولت بالرياضة دلوقتي بقع برياضة اللي هي الانتانستي والكارديو برافو تمام بس كله تشد فيش مشكلة معاه ده البطن والجناب صحيح صحيح كلامك صح جدا طيب طبعا يا أحمد هنا لسه كنت بتكلم في حاجات شبه الكلام ده طبعا يا وانا هرد عليك دلوقتي حالا آآ أحمد بيقول بالزبط يا جماعة صميم الكلام اللي دايما بقوله وحاكد عليه ولربنا دينا عمر حفظه لأقوله دايما يا جماعة درجة التراهلات الكبيرة شوفه وقال إيه تراهلات بدرجة معينة كانت في الجسم في أجزاء تانية وغالي ما الحبادة بين كلها درجات بسيطة اتحسنت مع الرياضة والحركة والأجهزة والكلام ده كله لكن قالك إيه البطن والجناب دي درجتها كانت كبيرة خاصة ان احنا دايما بيبقى ما شاء الله عندنا منطقة الكرش دي كبيرة خاصة لما واحد يبقى عنده سمنة كبيرة ويخس جامد المنطقة دي بتتهدل وتتراهل جامد كله تحسن مع الرياضة برافو عليك يا حمد تنزلت وزن عظيم حافظ عليه بشجعك برضو على الرياضة وكل حاجة لكن منطقة البطن تراهل اللي انت بتتكلم عليه ده مالوش اللي حل واحد في الدنيا كلها وهو ان احنا نعمل عملية لشد تراهلات البطن اللي عندك العملية دي بسيطة بتتم لطبقات الجلد السطحية ما فيهاش اي مشاكل خالص ودي حاجة متعارف عليها على مستوى العالم كله نرجع تاني للارداف ومعنا الصور اللي هتوضح الكلام ده ازاي ان احنا بالنسبة لنا ممكن يبقى فيه عملية الارداف ممكن تشد التراهلات اللي موجودة شايفين الصورة اللي على الشمال الجرح بيبقى موجود في المنطقة التانية اعلى الارداف من جوه وده تراهل درجته مش كبيرة فعشان كده من خلال منطقة زي دي بنقدر نتخلص تماما من التراهل الموجود الصورة العالمين التراهل اكبر شوية فبالتالي الجرح بقى اطول سنة بينزل لتحت شوية فبالتالي علشان نقدر نتخلص من التراهل الكبير ده لازم شكل الجرح يبقى عامل كده طبعا الفكرة بالنسبة لنا واجراء الجراحة والصورة اللي بعد كده هتوضح لنا ازاي ان الشكل بيختلف قبل عن بعد جدا بصوا يا جماعة شايفين الارداف من جوة كانت تراهل فيها وصل لدرجة ايه صورة العشمال بينا صورة العليمين شوفوا بعد العملية هنا نفس الكلام انا كنت بتكلم عليه هنا اجراء العملية تم عن طريق جرح طولي جوة الارداف من جوة عشان كده هو مش باين ليكو في الصورة خالص وهنا قدر اقول زي ما قلت في الدراعين ازاي ان الجرح لما بيتابع بنقدر ازاي ان احنا نديله كل طرق العلاجية هنا محتاجش للجرح اللي بالطول شايفين شكل على الشمال قبل والشكل العليمين بعد هنا الجرح موجود في منطقة التانية يعني ده مداري تماما سواء من قدام من وراء من جوة محتاجش حدر يشوف جرح في المنطقة دي خالص وقدي شايفين الفرق يا جماعة برضو ارجع وعيد واقول تاني درجة التراهل اللي انتو شايفينها قدام عينيكو دي عشان توصل للنتيجة العليمين ملعاش الا العملية اللي توصلها للدرجة دي الاجهزة في كتير ممكن تحسن لكن ما توصلش للدرجة دي ده كلام مهم قوي يا جماعة فبالتالي اللي انا عايز اقوله ايه من الكلام ده الطب التجميلي هو مش سحر لكن هو حاجة ربنا ادعى لنا طول واداء حلوة جدا لو سخرت بشكل طبي صح هتقدر توصلنا لاعلى النتائج المرجوة بس يبقى عندنا شوية اولا صبر عندنا حاجة من سميها دايما وقعية او رياليستيك تبقى واقعي وفي نفس الوقت يبقى انت بالنسبة لك بتقدر تبقى بتتابع مع الدكتور كويس ما تعملش الحاجة وتختلف وكمان عشان يبقى بالنسبة لك الموضوع بين يوم وليه لأ لأ هنتابع مع بعض صح هنشخص صح هنوصل لنتيجة ان شاء الله كبيرة وحلوة جدا بس ما تديش مخك لحاجة غلط اللي انا عايز اقوله في نهاية حلقاتنا يا ريت يكون وصل لكم مسج عن شدة ترهرات الجسم وقد ايه فيه طرق علاجية كتير لها ان شاء الله حلقات قادمة نفسي ان شاء الله يكون النهاردة افدناكم بمعلومات طبية صحيحة وفي نفس الوقت مايفوتنيش ابدا نقول ان معاكو بكرة ان شاء الله حلقة مع دكتورة سمر العمريتي تابعوها هتقولكم ان شاء الله مواضية مهمة جدا وان شاء الله اشوفكو في حلقات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة